اشتركوا في القناة بعد تصدره السباق بتوقيت دقيقة 45 ثانية و24 جزءا من الثانية وتقدم عبد العاطل القص على مجموعتين من الأبطال العالميين صراحة الموسم هذا حاولت أنني بدلت تكتك في السباق التالي أهلا بيت سباق هذا الموسم لحصلت في المراتب الأولى كلهم جيتم بعد تكتك هذا أنه تكتك قدفة راح تلقى أنني تنحفر ريتم عالي على الأخباقي العدائين الحمد لله دوماعي المدري بديل لأن تكتك نتعى السباق التوانس وغير كمبطات العالم الحمد لله دي شلت ببقت بالحر وحمد لله ستوى النتيجة مرتبة الأولى عن زدارة والاستحقاق نتمنى أننا نكون فيناليست لما لا نحقق الحلم ذي لسيني نادي ونتنتعب عليه من جانبه ودعى العداء سامة نبيل فعاليات بطولة العالم لأم الألعاب بعد حلوله في المركز السابع من السلسلة الأخيرة لسباق 800 متر بتوقيت دقيقة 47 تانية وتسعة وسبعين جزءا من التانية كما توقفت مسيرة العداء نور النادي عند دور نصف النهائية بعد حلولها في المركز السادس لسباق 400 متر حواجز بتوقيت 55 تانية و 15 جزءا من التانية صراحة أخيب بدنا نكون بزيف كنت من راية المغربية تكون في فيناليست ولكن ما كتبش إن شاء الله في الليجي أولمبيك العام جيبباغي إن شاء الله بريباري مزيان وده أخدي تجربة كبيرة أنني مازال خاصة نخدم بزيف وبش نحسن توقيت ديالي نكون معا لما يهكرونه إن شاء الله ونكون في فيناليست العام جي إن شاء الله منافسات بطولة العالم لألعاب القوى بهنغاريا لا زالت متواصلة وتتواصل معها الإطارة والتشويق والأكيد أن العدائين المغربة سيتركون بصمة مميزة في مقبل المسابقات